بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب اخباركم ايه اه الان في ناس بتقول جالهم في الاختبار شرط في الاكسل شرط ان نقولك مثلا اذا كانت الخلية دي اكبر من خمسة اكتب له هنا متقدم مثلا نعمل ايه دي حاجة عندنا اسمها الاف دي حاجة اسمها الاف الاف دي يعني مثلا هنقول نفس ايه اللي جه للشباب اذا كانت خانة النتيجة اكبر من خمسة اكتب في خانة المستوى متقد نعمل ايه باجي على الخانة دي اللي انا عايزك الفعل متقدم دي تمام وباروح على شايفين اف اكس دي اللي هي ادراك دلة دي باضغط عليها خلي بالك معايا من الايه الخطوات بالزبط باضغط عليها والله لو لقيت الاف قدامك هنا لو لقيت كلمة اف اي اف ده قدامك هنا اضغط عليها واضغط موافق طب لو ما لقيتهاش لان دي الحاجات اللي استخدمت مؤخرا ما لقيتهاش اعمل ايه باختار من اهو الكل من هنا كده اضغط هنا اختار الكل وانزل بالماوس انزل انزل لحد حرف الايه الايه اهي لحد حرف الاي هو مترتب اب جدي لحد حرف الاي هلايه ايه اف تمام طيب واضغط موافق الاف دي فيها تلت خانات انا هاشرحها كاملة بالتلت خانات بتاعتها عشان لو جات نفس دي او جات غيرها تبقى فاهمها فيها تلت خانات الخانة الاولى دي الشرط الشرط يعني هو بيقولك اذا كانت النتيجة خانة النتيجة اكبر من خمسة يعني دي اكبر من خمسة اكتبله هنا متقدم يعني الشرط ان دي تكون اكبر من خمسة يبقى في اول واحدة دها ها هضغط على دي واكتب اكبر من اكبر من بتتكتب ازاي طبعا اكون بكتب انجليزي مش عربي دايما اكون بكتب انجليزي في الحاجات دي اكبر من بتتكتب ازاي shift وعلق دع done واضغط على حرف ازاي ازاي اللي هي شبه الراء. ادي شبه الراء. اوليها لكم. على لوحة المفاتيح. اهو تكون بتكتب انجليزي مش عربي وتضغط على ده اهي. وحرف ازاي دهو. بمكتوب عليها بالعربي هنا ازاي. خلاص ده. شفته علق ايدي عليها واكتب دي. دي اكبر من ودي اقل من. دي اكبر من ودي اقل من بشرط انك تكون بتكتب انجليزي مش عربي. يبقى. تاني. الشرط انه عندي ان النتيجة تكون اكبر من خمسة. ادي النتيجة اكبر من خمسة. اكتب الخمسة عادي. تمام ده الشرط. طب لو عايز اكبر من او يساوي. لو عايز اعمله اكبر من او يساوي. هعمل اكبر من. وبعدها يساوي. خلاص. طيب. انا عايز اكبر من دلوقتي. يبقى ده اكبر من خمسة. لو تحقق الشرط ده هكتب هنا ايه? هيكون الكلمة اللي هتكتب هنا ايه? متقدم. ايه بعربي بقى وكتب متقدم. بس طب لو ما اتحققش ما اكتبش حاجة خلاص. لو ما اكتبش حاجة سيبها بقى خلاص ما تكتبش هنا حاجة. انما لو قالك لو اكبر من خمسة اكتب متقدم. ولو مش اكبر من خمسة اكتب عادي مثلا. معايا يعني لو ده اكبر من خمسة تكتب هنا متقدم. لو مش اكبر من خمسة تكتب عادي. يبا هنا اكتب كلمة عادي. يبا ثاني. التلات خنات بتاعتي. اول خنافها الشرط. ان ده اكبر من خمسة. لو اكبر من خمسة هيكتب لي ايه? متقدم. لو مش اكبر من خمسة هيكتب لي ايه? عادي. تمام? يبا الشرط. ولو تحقق الشرط. ولو ما تحققش الشرط. واضغط موافق. اه. ده مش اكبر من خمسة فكتب عادي. وتسحب. اللي اكبر من خمسة هيكتب متقدم. واللي مش اكبر من خمسة هيكتب عادي. طب تعالوا ناخد مثال تاني. ان مثلا قلنا ايه? يكتب ازا كانت خانة النتيجة اكبر من. او تساوي اربعة. مثلا اكتب في خانة المستوى متقدم. واذا لم تكن كذلك اكتب عادي. مثلا يعني اهو. يبا اتاني اهو. اضغط هنا. الكل. لو ملاقش الاف هنا. اضغط هنا الكل. اهو. وانزل لحد ما تلاقي حرف الاي. ممكن لو ضغطت على حرف الاي على لوحة المفاتيح تجيبها لك على طول. بس احسن انزل لحد ما تلاقي حرف الاي. موافق. الشرط ايه? ان ده اهو. طبعا تكون بتكتب انجليزي. الشرط ان ده اكبر من او يساوي تكتب اكبر من وبعدين يساوي. كام اربعة? تمام? طيب. لو تحقق الشرط هيكتب ايه? ايه اللي بعربي واكتب متقدم او ناجح او اي حاجة يجيبها لك. لو متحققش الشرط هيكتب ايه? عادي او غير متقدم او راسب او 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 او. موافق. اهو. تمام? بالشكل ده. طب لو وقالك لو يساوي اربعة بس. لو يساوي اربعة اكتب مثلا او يساوي سبعة اكتب ناجح لو ما يساويش سبعة اكتب راسب. مثلا يعني اهو. يبقى ده ادي الكل ادي انزل لحد ما لاقي الاف ادي الاف. موافق الشرط ان ده يساوي سبعة. مثلا. لو يساوي سبعة هيكتب ناجح. اكتب هنا ناجح. لو ما يساويش سبعة هيكتب راسب. اكتب هنا راسب. تمام? موافق. كله هيبقى راسب الا اللي يساوي سبعة بس. طب لو قال لو يساوي سبعة يكتب ناجح وما قالش لو ما يساويش سبعة يكتب راسب. او لو قال مثلا لو يساوي اكبر من خمسة يكتب متقدم. لو اكبر من خمسة يكتب متقدم بس. ما قالش لو مش اكبر من خمسة ما يكتبش ما ما قالش يعمل ايه? خلاص اهو. يعني اهو. يعني لو قلت لك. تعال نعدلها. اذا كانت النتيجة اكبر من خمسة اكتب في خانة المستوى متقد. واذا لم تكن كذلك اكتب عادي. تمام? هتبقى هنا اهو. ادي الشرط. ادي الاف الاول. الكل. الاف. تنزل لحد ما تلاقي الاف او تضغط حرف الاي. اهو. الشرط هنا ان ايه? اذا كانت خانة النتيجة اكبر من خمسة. يعني ادي خانة النتيجة اضغط عليها كده واكتب اكبر من خمسة. يعمل ايه? يكتب متقدم. لا احنا انا اسف احنا عايزين بس يكتب متقدم بس. لما كانتش اكبر من خمسة يكتبش حاجة. يعني السؤال ان هنا لو ده اكبر من خمسة يكتب متقدم بس. لما كانتش اكبر من خمسة يسيبها فاطحة. يبقى ايه? اهي. ادي الاف. الشرط ان ده خانة النتيجة اكبر من خمسة. لو اكبر من خمسة هيكتب ايه? هيكتب متقدم. لو مش اكبر من الخمسة ما قالش هيعمل ايه? يبقى سيبها فاضية سيبت تانية فاضية. انه لو ما تحققش الشرط ما هو ده الشرط. وده لو تحقق الشرط وده لو متحققش الشرط. لو ما قالكش هيعمل ايه سيبها فاضية? بس اهو. يبقى هتيجي هيعملها له هو ايه? فولس كده انا ما ما زبطتش معها خلاص. هيسبها كده فاضية زي ما هي. خلاص? اوكي يا شباب دي بالنسبة لقاعدة اف. تمام? طيب فيه حاجة تانية نعملها برضو اللي هي التنصيق الشرطي. التنصيق الشرطي. لو الخلايا اللي اكبر من ستة او اكبر من خمسة خلاها باللون الاخضر. والاقل من خمسة باللون الاحمر. مثلا الخلايا دي كده. اللي اكبر من خمسة باللون الاخضر والاقل من خمسة باللون الاحمر اهو. اجعل. لون تمييز الخلايا في عمود النتيجة بحيث إذا كانت النتيجة أكبر من خمسة تكون باللون الأغضر وإذا كانت أقل من خمسة تكون باللون الأحمر وإذا كانت تساوي خمسة تكون باللون الأصفر يعني عايز يفحص هو إذا كده اللي أكبر من خمسة يخليه لونه أغضر واللي أقل من خمسة يخليه لونه أحمر واللي يساوي خمسة يخليه لونه أصفر ونخلي واحدة منهم تساوي خمسة مثلا كده عشان نختبر أهو بحدد عليه كله بدون كلمة النتيجة طبعا الصفحة الرئيسية بروح على حاجة اسمها تنصيق شرطي تنصيق شرطي قواعد تمييز الخلايا قواعد تمييز الخلايا أنت عايز اللي أكبر من خمسة بالأغضر يبقى أختار أكبر من أختار تاني هوا قواعد تمييز الخلايا أكبر من أكبر من كام خمسة اكتب هنا كده خمسة تكون باللون الايه تعبئة باللون الايه الأحمر لا الأغضر قاسف الأغضر أكبر من خمسة بالأغضر موافق اطلع برهم كده هتلاقيه اللي أكبر من خمسة بقى أخضر طب والأقل من خمسة بقى أقيم بأحمر برضو حددهم كلهم كلهم أو تنصيق شرطي قواعد تمييز الخلايا أصغر من أصغر من كام أصغر من خمسة باللون الايه الأحمر أو تعبئة بالأحمر طب عايزين اللي تسوي خمسة بالأصفر حددهم برضو كلهم مش تحدد الخمسة بس حددهم كلهم لأنه المفروض ميت واحد مثلا فانت مش هتقول تدور الخمسات اللي فيه تقاعد تميز الخلايا تساوي يساوي كام يساوي خمسة باللون الايه باللون الأصفر تعبئة باللون الايه الأصفر طب ما فيش أصفر هنا أو لا في أصفر طب ايفرد أنا عايز أزرق ما فيش لون اللي أنا عايزه مش موجود هنا تقول له تنصيق مخصص مخصص تمام تنصيق مخصص هيفتح لك هو ايه شاشة تختار منها اللون اللي انت عايزه تختار تعبئة وتختار اللون اللي انت عايزه ده لو لو اللون اللي انت بتدور عليه مش موجود هنا أزرق مثلا تقول له تنصيق مخصص تعبئة أزرق خلاص انما احنا عايزينه أصفر يبقى ايه أصفر موافق مش شكل ايه ده ده التنصيق الايه الشرطي يبقى كده احنا شرحنا الاف والتنصيق الشرطي عشان لو جات لكم في الاختبار لو كده تبقوا اعرفينها ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته